وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لأخ الكريم أنت الإنسان أقول لفرغ الأشغال الأعمال أري سرستيلي فنغذروا قي يونس أري تسنطي القرآن خارتيا ويتسر ديقن القرآن رريغم كالقرآن هنرقي ستين ربي سبحانه وتعالى وإذا قري القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إنك ستسلد من القرآن تسنطي تسيغيق القرآن مش سرستيقل الإنسان إسكال القرآن زون تسكادا أرتيا ويتس لا أما بخصوص إسكال الإنسان الرقيا ستلفون فالأصل في الرقيا أن تكون مباشرة أن تكون بطريقة مباشرة بنكوني أركافه من المدن عشنو معنى الرقيا أقول نا يا مريض الإنسان لتزل الرقيا الشرعية أخي الكريم النبي صلى الله عليه وسلم يكتوى أو يسترقى فقد بريء من التوكل إغير الإنسان الرقيا إغير الفاتحة فوقي ينس نغتق لعوذ برب الفلق لعوذ برب الناس يعني المعاودتين وما استطاع من القرآن وما استطاع من الأدعية من الأدعية النبوية الصحيحة متى ونرسل الفاتحة وصورة الفاتحة ماذا قال الله عزه ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها في فضلها إنيس النبي صلى الله عليه وسلم ينصح بأبو سعيد بن المعلى إغير المسجد إنيس أتير ذكع للمخيات الآية أفضل آية في كتاب الله وللكرى الصورة التي قز اختورت ولا الإنجيل ولا الزابور ولا القرآن زند صورة الفاتحة إنيس أتير ذكع للمخيات الآية فخ البسجد مليغي وفوس انتيري فوق إنيس يا رسول الله تنتي توعدتي أي تعلمت يا صورة أفضل صورة في القرآن إنيس ما تقال إنيس النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين هي الشافية والكافية والواقية والقرآن العظيم والسبع المثاني الذي أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام الشافية والكافية والواقية يعني راقية يعني سبع المثال القرآن العظيم كل الدواء ينصح بأبو سعيد الخضري يغرط فين يجي يعني يعني قصص يردم يعني يعني عدها العقرب يغرط فين يجي عمر بالأخطب يغرط فين يجي يبلغ قيم رحيبه الله إنك انت تسا أساسك أخر رقية اللي يغجيخ علشنا كوني اللي غنسك الرقية وننتجي أشكورت السن مدنى أشنو معنى القرآن أشنو معنى القرآن الكريم قرآن الكريم يقصلي بفاتر يقصلك قبل الضو وخرج عدو الله تقدر للقرآن كذلك وإنك سيحر لسلمس ما عنده سحر ما عنده مس عنده عنده وسوس ولا عنده وهم إذن لإنسان غير الرقية يسرس أفوسنس غير البلاص اللي تيطان اللي تيطان اللي تيطان يغرل حبد الاربع يمثل معاوذتين قول عود بي رب الفلق النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تعوذ متعوذ بمثلهما إن يقول لي كانت تعاوذ زند المعاوذتين وندر السحر يلاقي السحر أرتع لاش السحر من غير نارب من شر نفاتات في العقاد أي السحرين أم من نشار ربي حاسد ندا حسد وندر المس من شر الوسوس الخناس صاف أو الأدعية النبوية الصحيحة اللهم رب الناس ذي بالبأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر السقن أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي نسبع مرات لا بأس طهور إن شاء الله وعيد بكلمة الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الرد ولا في السم والسم العالم صاف وشفاء وشفاء اللي كان في الرقياة الكريمة الله وشفاء وشفاء